من بعد ما أكملت لكم أربعة الأجزاء القصة مع كتاب شمس المعارف الكبر أطلبت مني كلكم في التعليق لكي نجيب لكم شيء قصة تكون بحالها تستيل يعني تكون قريبة لها وتكون فيها شيء أحداث التي خطيرة ومشوقة هذا شيء بشيء لكي الخوط اللي ببيت لكم طلب ديالكم واحد الحاجة الخوط أريد أن أقول لكم واحد البنت تلقيتها في التعليق كاتبة لا تبقى تقول الخوط ولا تقول لأخوات يعني لا تبقى وغير مع الدراريو ولا تبقى مع البنات أريد أن أقول أن الخوط هي الأخوة يعني بنات وولاد كلكم خوط المهم ما علينا كيف قلت لكم القصة اليوم بقيت أن نقلب عليها كثيرا وبقيت أن نبقشش عليها بزز باش لقيتها وبطبيعة الحال الخوط غير باش تبقى وليا على راحتكم والصراحة باش بلما نكذبوا من اللي كتلقى التعليق ديالكم اللي كتكون زوينة وكتلقى اللايكات رأى الخوط كتبيني لتنمشي نقلب على قصص تكون خطيرة ونأخذها لكم أما بالنسبة للقصة اليوم الصراحة قصة خطيرة بالصحة وأنا شخصيا استمتعت بيها كثيرا وأنا كنقرأ فيها كلها رعب تشويق وغموض هذا ما يعجبكم المهم غير باش تعرفوا هذه القصة قبل مني عودوها لكن بغيت نعودها لكم بالطريقة الخاصة ودبا ما بقى لي إلا نقول لكم بسم الله على بركة الله نبدأ القصة اليوم نهار اثنين وأول مرة سأبدأ الوالد في الدار بحويج النعاس ليس في في هذه الوقت يكون لبس حويجه ضرب عليها الكلاس ودار هذه القرافية وكذلك لكي يدعنا المدرسة عدوه يمشي الخدمة اليوم الثنين أول مرة سأبدأ البيجامة الصالون لكن من بعد سأبدأ الوالد هذا النهار كان عنده واحد اليوم لستثنائي حيث هذا النهار كان أول نهار له التقاعد وفترنا كاملين وسألنا الفطور سأعطيني السوار للطموبيل وقال لي وصل أخيك وغيرا لكي تعرفون الخطراني هو الكبير بيناتهم وقال لي من بعد أن أخيك المدرسة سأبدأ الوالد قريبا مع هذه العشرة حيث الوالد كان يقوم مع واحد السيد لكي يبيع عليه الطموبيل أولا الوالد يريد أن يبيع لماذا يريد أن يبيع أصلاً أنا اشتريت البيرمي وفرحان سأقوم بسوقها في الأول أشعرني كثيراً لماذا يقوم به وأصلاً هذه الطموبيل نحن أعطينا كاملين وبالخصوص أنا لدي أحد سألت وقلت لي لماذا الوالد أريد أن يبيعك فقط وقال لي في العشرة سأجمعنا الوالد كاملين أنا والوالدة وأخي وكانت تعجبني الطريقة كيف يفكر الوالد عقليته وشابة وقريبا منه وبعض المرات أشعرني بحالة صاحبي وأشيري ليس الأب وأخذ الحقيقة بعض المرات أن يكون طيب ونية أكثر من القياس وهذا ما في الحقيقة يستعملونه كثيراً من البنادم الذين لم يكن لديهم طمار لكن الذي كان يعجبني في الوالد هو هذه الطريقة في تدبير الأمور وكان يقوم أي شيء يتشاور معنا كاملين وكل أحد يأخذ رأيه يعني لا يتكبر علينا لكن في الأخير يأخذ القرار هو النهائي المهم الذي قلنا في هذا الاجتماع والوالد قلنا أنه اتلقى منها كبيرة في نهاية الخدمة من البنك الذي كان يعمل فيها لأن الوالد كان مدير وكالة بنكية في مدينة مراكش وقلنا بالطموبي يأخذني 50 مليون وقلنا بالأرض التي في البلاد التي عشرين عام لم يستعملها يأخذني حتى هي 20 مليون وقلنا بالأرض الذي سيبيح حتى الضار التي نساكن فيها والتي تقريبا حتى هي 300 مليون الحمد لله كان لدينا الخير وكانت تلقى صوفيا الحمد لله المهم قال لنا سيبيح هذا الشيء كامل وسيجمع هذه المال ونتقله لكي نعيشه في مدينة جديدة من اسمته مدينة صوفيا مدينة مراكش وقلنا بالأمر وقلنا بالأمر تجد أن تجد واحد الفيلة في مدينة مناسبة سيبقى له واحد المبلغ كبير من بعد أن يستعمل الفيلة سيبقى له سيحل به قهوة أما من هذه الناحية لكي تنقله لكي نصافر لكي نمشي من هنا سيكتافي وغير بالطموبيل الذي هو والدة وفي الحقيقة الوالدة كانت لديها طموبيل وفي الحال لكي لا يعجبني وليس لديه لكن قال لنا لا يوجد مشكلة المهم الوالدة هذه المرة بين أنه خطط كل شيء قبل أن يقولها لنا والصراحة نحن في الحقيقة ستحمسنا هذه الفكرة التي قال لنا خصوصا أننا سنتحولوا لهذا الحي والصراحة لم نبقى حاملين هذا الحي الذي نحن ساكنين فيه لأنا بالفعل بعد أن يتوز واحد الأيام قليلة الوالدة سيبيع الدار وسيبيع حتى الموبيل لكن تعفق مع الشاري أنه سيخوي له الدار من بعد ثلث شهور يعني المدة التي سنأخذها لكي نصلحوا فيها هذه الفيلة الجديدة التي سيذهب لها ستعرفون الأخوة الإصلاحات المسائل التي يأخذ الوقت لكي تتعفق مع الشاري وآخيرا جاء النهار سيذهب في مجموعين الفيلة جديدة من الذي وصلنا كانت هذه الفيلة مبنية معزولة وبعيدة وبوحدة كان ظهر بها صور عالي من قليل وفيها الشجر طويل من جناب كامل وغير من الوهلة الأولى كانت أحد من طيباء أن هذه الفيلة غامضة وفيها أسرار من الذي دعنا أنه فيها لابسين لكن كان خصوة الإصلاحات أما هذه الحديقة كان فيها هذا الربيع والفيلة كانت سباقتها مقشرة من بره كانت سباقتها من الذي وصلنا باب الفيلة ودخلنا إلى الداخل وصلنا إلى الريحة مجهدة الغمولة وحتى هذه الريحة التي يكون متعفن ومن الذي وصلنا إلى الداخل وقعنا هذه الطريقة لبناءها وحتى الأقواس التي فيها الداخل كلها من الطراس القديم أما بالنسبة للشراجم والبيبان كان كلهم فيهم نجمة سوداسية ليهود هنا الوالد وقال لنا أنها مصدودة هذه سنوات طويلة وأنها كانت عائلة يهودية التي انتقلت العيش في إسرائيل قبل أن تشريها منها واحدة عائلة مغربية المقيمة في كندا لكن هذه العائلة المغربية التي سكنها في كندا عمرهم سكنوا فيها منها ممكن أن أخينا مصوفين ولا يأتيوا إلى المغرب المهم لا يأتيوا إلى التوافح تابعوا الوالد لكن الوالد قال لنا بالدار كاملة ستصلح وهذه ترجع جديدة وناضية ستسابغلها كل شيء ستبتل صراحة عجباتنا الفيلة سنبدأ حياة جديدة وسنحاول نغيره كل شيء وبالفعل الخوط ستغير لكن تغيرات الأسوات جاءت العطلة الصيفية ولم تبقى القراية سيكلمني الوالد وإخوتي لنقوموا مقابلين هذه العملية للإصلاح للفيلة لا أعرف أن الخوط الفيلة فهل معلمية كل شخص يعني يجب أن توقف على العمل لذلك سيكلمني هذه القهوة الجديدة التي بدأتها لكن سنعرف أن الخوط لا يزالين صغر وأنا هو الكبير فيهم لأن الحمل الكامل كان علينا أما الوالد كان يأتي لنا مرة ومرة يضرب واحد خفيفة وكان ضروري أن ننسى الوقع هذه الإصلاحات في قل من ثلاث شهر لكي الوالد يسلم السوارة لذلك أخونا لذلك لذلك سيكون واحد للتفاق لا يمكن أن أعرف أن الخوط في الصيف لا يمكن وهذا كان لذلك 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 وقلت لكي يبدأ في الإصلاحات لذلك صحيح لا يمكن أن ترى والد قال لي يا صافي مرحبا كون هاني وبالفعل هذه الإصلاحات من بعد يومين تقعد أو ناضي قمنا بإمكاننا موتور جديد لكي ينظف وقمنا بإمكاننا الزليج الذي كان من الأفوق لأن هذا القديم كان مهرس لكن الزليج الذي يجعلناها كما هو يعني كان جيدا من غير الشيء الذي لم تريد أن تفهم لي كانت بقعة حمرة وسط هذه الإصلاحات في الزليج كانت بقعة حمرة أصبح أحد معنا ومعلمية ونزحنا وانتطعنا بلقدنا نزحنا ولم يدد ولم يكن لدي لا تخطي ما يشغلنا اليوم كنت صحيف في غير الشرق كنت جيدا أماكن يقدم الأدي متوسطة واللحظة يعني امم لا توجد ليتشكل مجتماعي وأنتم الأرد هناك تختار كانت تراب في الأرض برجلية يعني كانت تراب في الأرض لكن كانت تراب برجلية بدأت أن نسمع الصوت بشكل خشب بشكل خشبت منك لم يكن لأرض تولي للمعلم قال لي ما الفيلة فيها لاكاف قلت لي الصراحة لم يكن لاكاف لم تعرفت ما هو الوالد هذا البلان هذا وقلت التلفون على الوالد حتى هو سولته لكن الوالد حتى هو جاءتني وقلت لي انفرصه وقلت لكن الوالد قال لي غير صبر بقيت منك هذا تقريباً واحد من ساعة هذا الوالد قال لي ما زالت أمك حيثنا قاعدك شيئاً ما كان يضعه في الغراج وقلتنا هذه الأرض هنا المعلميين ستحرصوا في هذه الخشب الذي كان هناك حيثوه فيه ستحرصوا تقريباً شيئاً من الخشبات التي كانوا كبار هنا ستحرصوا دراج الخشب هابطين للتحت أنا في البلاصة ازيل تلفون ضويت بي هذا البلاصة بل فعل دراج الخشب هابطين للتحت وغير طلع سأخبر الله ما أقومناه و الحمد لله لم يقرأ له و لم يقرأ له شيئاً حفظ الله سأضعه ويصدق مهرس و العلم لله هذا العكاف ما هو المنعام ومسدود و هذا الخشب في هذه الساعة كان قريباً سأضعنا الغراج وعندنا هذا ونسألنا ونسألنا وكيف قلت لكم في الفيلة لا يزالنا ساكنين في الدار الأول كيف قلت لكم ساكنين في 3 شهر المهم سألنا المعلمية روجنا إلى كل شيئاً وذهبوا إلى الدار مع الم quelوان بعد سأدخل ونرأت أخوتي وعندنا تحضرها للك الساعة وأنا أعرف أن الأخوتي تحضر هذه العشرة يبدو أن يبرد العام يبديل في مراكش وتعرفي إلى الخارجة فأكثر وخيرتني وأخوتي وكيف قلتني ورحبنا ونبقا تسيرك ونسألنا لكن الأخوة قبل نحن دعني قلتني لا تذهب إلى الفيلة عندك يقول لك رأس كسر الفيلة قلت له ماذا سنقوم بالفيلة لا تقوم بالفيلة قلت له قلت له المهم هو أن أحد طوائرة أخرى أخرى واحد قليلا قد أعود لهم على هذا العقاف الذي أجدنا الصباح في الفيلة ما الذي قد أعود لهم قلت لهم الخشاب كدارة كدارة لا تعرفنا هذا العقاف أصلاً ما الذي قد أعود لهم في هذا الشيء أخي والأخي كلهم حلوا فهم وكلهم كانوا يتصنعوا لي كانوا يتحمسين أخي صغير قال لي ماذا لديك السوارة الفيلة وتسوارة القراج قلت له عندي قلت له قلت له يلا نذهب لها أرى ما كانت أمك أنا في البلاسة قلت له الوالد قلت له لا تذهب لفيلة هنا سنقص أحد أخي قلت له قلت له هذا العقاف يمكن أن يكون كبير وخطير وأنتم أصلاً لم ترى ما كان سيكون واحد من المعلمين الذين لديكم يأتي بالليل ويذهب للك ويأتي هنا قلت له في هذه لديك الصح قلت له قلت له يلا نذهب لن تحرك ونرى ما كانت أمك وماذا يريد ويأتي هنا قلت له والأخير وقررت أنني سنعيش هذه المغامرة كاملاً سنقص لديه أحد من لديه لن نضوط ونستمر ونضرب 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 قلت له وكانوا كلهم ونضرب ونضرب للطرش لن تصور ومعنى هذا الشيء الذي قينات منك التحت من الذي تهبطنا كامل الاتحاف لا يقينناه كبير كثير كما كنا نتخيله كان صغير وكان هناك صنادق الخشب في الحاشية وفي وسط كان رفوف الحديد كنت أزل هذا البيل الذي شريت من الملحنة وكان ضوئ به أخي ودخالي كامل مضوئ بالبيل برطعب ومشينا كامل إلى ذلك الرفوف الحديد لقينناه معامرين من الكتب و الوراق وكانوا يظن أنهم قدام لدرجة أن هذه الوراق و الكتب بدأوا يتقطعون من الجناب لكن هذه الكتب كاملين كانوا كتبين باللغة العبرية وكانوا فيهم رموز ورصومات التي في الحقيقة لم نفهمها لذلك الصنادق الخشب لم يكن نقلبوا فيهم وجدنا فيهم حسكات النحاس وكان فيهم قراءة للجاج خاوين لم يكن لديهم وكانت منك واحد الصندوق كان عمر بالشمع صراحة هنا تصدمنا كاملين لم نقيننا أي شيء الذي لديها قيمة الذي سنستفيد منه كان يسحبنا كنز وكذلك لم نقيننا أي شيء وكان هذا الشيء كامل كان صراحة لم يكن لديه شيء قيمة لكن الشيء الذي تريد انتباده هو أن الجو كان مزموط بأنك تشعر بأن طاقة ضائرة بيننا بأن شيء واحد معنا المهم أنني قمت بأكتبك وقمت بأكتبك وقررت أنني سأخرج للفوق ونسنهم للفوق أخرجت هنا الأول ومتبعني أخي الصغير وعلى آخرين بقيت منك يقلبهم بدأت قريباً شيء دقيقة وفي فوق التقريبات تسمعهم فتغوته لتحت كانوا كلهم يغوته وكذلك لم يفهم شيء لعبة نحن في البلاصة وقامنا بالزربة الحفرة والذي في هذا الدراج طللنا عليهم وقلنا عليهم ما كان؟ ما لكم على هذا الغوات وكذلك غوته ما كان؟ ما هو واقع؟ هنا سولوني قالوا لي ما يحدث فيكم ما على هذا الشمعة كنت يهضروا كلهم وكان بينا فيهم أنهم مخلوعين كذلك الصح وكانوا يضوي على هذا الشمعة التي كانت مضوية الوسط المك في ذلك العقاب وكانوا يشيروا عليه بصبعهم أنا الصراحة لم أفهم شيئا قدرت رأيت أخويا لقيت حتى هو يشوفي وإذا كنت أرى العلامات الدهول وما فهمت لعبك جاوبت وما قلت لهم لا أنا بعدها لم أشعلت شيئا قوي صغير قلت لهم والله العظيم لم أشعلت شيئا جاوبني يقول خالتي قال لي ما تكذب علينا أنت أصلا بوحدك الذي تكمي فينا كاملين يعني أنت الذي لديك فريقة أنت الذي ستشعل الشمع قلت له والله العظيم لم أشعل شيئا مثل أني قطعت القارة وهذه الشهرين لماذا ستشرف على الكذوب ستجعلني حتى نكمل هدرة ونقوموا بكاملين كاملين في السربة لا يوجد الأخوة فينا ستتخلط الغوات مع الخلعة مع الضحكة مع الدهشة مهم أن تتخلطت بنا كل شيء هنا كان من كريم الآخر وكل شيء يرى الآخر وكل شيء اللعبة يكمنها يكمنها المهم من قلبنا هذا قالوا لي يا صابي أخوين وكانوا بهذا الحال فعلا قمنا بهذا الحال ولكن لم يتم عمل تأخذ الحال لأنه رأيته فقط وكتبقوا في روا أنك فعلا لأن نطرح وليس رأيتنا هنا أريد أن يبدأ يتعلمون ولكن من أراه لا أرد أن نقوم به كل شخص يتعلم قررت أني الذي سأنتهل بحكم أنه الكبير فيهم قلت لا أكثر سأنتهل الكثير إذا وقعت سأكون أنا سأكون سيكون مسؤولة اليوم حيث انا اللي شبتم المهم شعلت البيل وتميت هابط نازل وهم كنت حليت اليوم الطموبيل ومشاء وقلصوا فيها وقلت لهم يا الله معي بعد غير القاراج تحت ما بغير يتحرك معي كامل يركبه في الطموبيل وخلوني مشيت انا بوحدي للقاراج وانا بوحدي اللي كنت هابط لتحت في الطروج وانا هابط لتماك كان فيي واحد الخلعة ممكنش منقدرش نوصفها اليكم هذا الاكاف كان مضلم بزاف زائد انه مبقاش كيبان فيها هذا الطوء من هذه الشمعة اللي كانت لكن قررت انني سأذهب الى البلاسة وانا كانت هذه الشمعة محطوطة بالضبط وامشي نشوف ونتأكد براسي لكن الصدمة الكبيرة هي من اللي وصلت لقيت هذه الشمعة مطفية مبقات شهلة بلا من كدب عليكم الاخوت هنا حسيت برجلية بحال اخوه وعليه لكن مع ذلك حاولت انني انتمالك الخوف ديالي وانا رجع بحالي بغيط وفاش كنت طالع في الطروج بديت كنت نحس بحال شي واحد وراي وتابعني ما بغيت ما بغيت انتلفت ورايا او بالاحرى ما قدرت انتلفت ورايا ما حطيت رجلي في الارضي وانا نضربها بجرياني شان الطموبيل حليت الباب الطموبيل دخلت لقيت اخوتي كاملين غالسين ولاد خالتي ما اطلعت بديت كنسب فيهم كاملين وكنعير فيهم قلت ليهم ما بلان ما هو الوذا اللي يدرتوا معايا قلت لي اشمعة مشعولة هذه ومن اللي هبطت ما لقيت اشمعة مشعولة غير كنت طوع عليها قلت ليهم انهم بالعاني يدروا لي هذا المقلب وتتعفقوا عليها غير بشي خلعوني لكن حتى هم بدأوا يحلفوا لي بالله ويحاوذوا بما لم يدروا لي هذا الشيء ولم يدروا لي لما قلب الأول وذلك الشيء الذي قالوا لي بالصحكين مهم ارجعنا بحالنا الضار في المحميد وقلقنا هذه الساعة كل شيء ناس اطلعنا كاملين السطح للفوق وراكم عارفين ان الخوت هذه القلسة الخوت وولاد الخاليات تكون زوينة اطلعنا السطح وقلسنا بدينا كنت حاولوا لقاء تفسيرات ذلك الشيء الذي وقع قويله في القراج قلنا حقا لربما الأكسجين كان قليلا وما كان بشكل كافي ذلك الشيء الذي يجعل الشمعة أنها تطفى وكل شيء لقائنا له تفسيرات واجوبة إلا تفسير واحد الذي يكون شعل الشمعة وكيف شعلات الشمعة في الأيام سيضع الغير والأشغال الذين كانوا في الفيلا سيساله قبل الوقت المحدد الحمد لله وفي هذه المدة كاملة لم تكن تقربت لهذا القراج أو لا هذا القراج وحتى الأشغال هذه القهوة التي يريد أن يحلها حتى هي سالات وبدأ الزبائن يأتي أعطينا السوارة لهذا المالك الجديد في هذه القديمة أما الآتات المالك الجديدة في البلاد لكي يستفدوا منه لأننا قررنا لكي نبدأ في حياة جديدة والحمد لله كل شيء يتقدم في الفيلا هذا يقدرنا فيها الغارس والوارد والذي تزوينا بثير صلحنا الفيلا من الداخل وحتى من بره والآتات قررنا مزيج ما بين التقليدي والعصري وحتى من الغارس وحتى من الغارس صوبناه وقررنا له الضو وخاف الحقيقة أنا لم أكن أدخلت ليه ما زال في الفيلا قررت أنني سأشتد أحد البيت الذي كان يطلع على المسبح يعني يعجبني دائما البيت الذي يكون قدام لاب بيثين أنا أعرف أن الأخوة ستقولوا هذا مكلمة بثير لكن غير قبلوا عليها المهم هو القصة التي أعود لكم أنا أعرف أن ستقولوا هذا مكلمة بثير المهم ليس لدينا كميلا وقع الحمرة التي كانت فيها لكن حتى تبدأت تمسح قليلا وحاولت ترجع من جديد وبدأت العائلة تأتي لكي تبارك لنا السكنة الجديدة جاءت لك خالتي التي سكننا في أغادير هي أولادها وذلك النهار كان جيداً جداً عمرنا البيتين بالماء ونزلنا كاملين كان عمو فيه أنا وأخوتي وأولاد خالتي ودوزنا واحد نهار جيداً جداً في الليل الثاني سنجمعه وبدأنا نجمعه ونهضره حتى سأجيبنا الهضرة ونحن نجمعه هذه تقريباً تلتشهور وطيلة هذه المدة حاولت ننسى هذا الموضوع لأن التفكير فيها كان قدرني في رأسي وصراحة كان يخلعني خصوصاً أنه في معظم الوقت نكون غير بوحدة لكن ما أننا ندب كاملين مجموعين فقررت أنني نبدأ ندوي معهم في هذا الموضوع حتى تحمسنا وبدأنا نناقش مواضيع أخرى التي تتعلق بالأرواح والجن ما وراء الطبيعة سوف ندخل المواضيع كيفية تحضير الجن أو تحضير الأرواح المهم أن تحمسنا بكثير هنا سيقترح علينا أحد أخي أننا نجرب لعبة لعبة هذه اللعبة سولت وقالت لي جربها؟ وقالت لي بذلك الطريقة تستطيع أن تحضر بها أي روح أو جن الذي يبدأ يسوله أسئلة وهو يجعوه قلتنا بجموعين كاملين في طبيعة وقدمنا هذه الخشبة هذه الخشبة كانت فيها حروف وأرقام وقال لنا أخيتي أن الروح الذي ستحضر بدأت تحرك لنا في يدينا ونحن خاصنا نكتب ذلك جربناك حال من مرة لكن لا أريد أن تصدق قليلا بدأ يأتينا الملال وقررنا أننا سوف نحبسه وقالت هذه الخدمات متلاعبة قليلا سوف ننقذ عددين أخيتي ويقترح لنا أننا سوف نحبطوا كاملين مجموعين في الحقيقة كل شيء يتحمس الفكرة إلا أنا لم أردت لكن قلقوا يطلبوا فيها ويطلبوا فيها وفي الأخير وافقت أنني أذهب معهم لأنني لم أردت أن أصدقاء بوحيدة وصافة خصوصا لكم أعرف أن أخيتي لعبنا هذه الخشبة لكي أصلا كنت أبقى من ذلك لكي قررت أن أذهب معهم دخلنا إلى هذا القارج وحلنا الباب ونزلنا مع الدروج لكن هذه المرة عملنا الضوح لأنني أخبرنا الضوح وكانت هذه هي أول مرة أن نرى الضوح وكانت هذه المرة أننا نضيف الضوح لأن هذا الضوح يبدو جيدا وغير على فكرة الخطرة الوالد لكن لم أقرب أي شيء يعني قد القارج من الأفوق قده من الأفوق لا يسهل أنه يبط إلى الأفوق ويقعده ويقعده مهم شيء نحن نقلق ونقلقه حتى في الصنادق قدنا نقلقه كتبه ووراق وكالك التصور من الناس الذين يصورون في هذه الفيلا من الملامح وطريقة لبسهم عرفنا أنهم يهود وعرفناهم وكان بينهم الذين كانوا يساكنون في هذه الفيلا في الحقيقة هؤلاء الملامح كانت تخلع قليلا الرجال كانت لديهم أحد اللحية طويلة وكانوا ضوحين في الدوم شيء غريب أما بالنسبة للعيالات كانوا مغمضون العينيهم عندما تصور الذي لقنا دائما العيالات كان يجبهم مغمضون العينيهم بحالة لنا عسين المهم هو أنه ما الذي قدرنا نهزه وطلعنا نيشة البيتي الذي نقلبه فيه في الحقيقة لم نفهمنا أنه ما الذي كان مكتوب في أمك لأنه كان مكتوب في العبرية لكن قلت لهم لم يكن لديكم شيء واحد الذي يفهم في العبرية لكن كلهم يجبوني وقالوا لي لا قلنا نفكروا كيف سنفهموا هذه اللغة كيف سنشرحوا هذا الشيء في العبرية واحد قليلا سيقترح على أخي الصغير أننا ندخلوا لشي جروب أو لشي باش فيسبوك لتعلم العبرية وطلبوا منهم أنهم يترجموا لنا ما الذي كان يكون المكتوب في هذه الوراق وفي هذه الكتوب أو على الأقل ما أعطونا ثم أخرى لموضوع هذا الشيء ما الذي يجبوني وهذا ما هو نيت قام بتدخلت في فيسبوك وقعت astizia وقعت أنهم قابلوني في واحدا قلت التعلم العبرية فالكل أخذت كونت من التحمس خصوصا لم تحمس الكثير من هذه الكتب لم تسنيت أخوتي و أولاد خالتي حتى يفاقه في الفلاصة زي التليفون صورت الكثير من صفحات الكتاب في البرتابل و طلبت من الأعضاء في فيسبوك لأغلبية مصريين أنهم يترجمون لي هذا الشيء لم تسنيت الكثير من الوقت حتى يجاوبوني لكن بالفعل الإجابة كانت خطيرة و مفزعة معها حتى التصور في هذه الكثير من التعلم العبرية سيوصلوني الكثير من الإجابات و اللي كلهم يقولون أن هذا الكتاب يتعلق بالسحر الأسود و يتعلق بطريقة استحضار الأرواح اللي شائعين بزاف عند اليهود و الأغلبية دي الأعضاء في هذه الكتب نصحوني أنني نحرق هذه الكتب لأن هذه الكتب دي السحر الأسود ماشي أي واحد يقدر يديره هذا يتخص و يمر بزاف دي التجارب من قبله إلا واحد خونة واللي صفت لي رسالة في الخاص ضو معي في بريفي مشيت جوبته و كان بين فيه أنه باغي يعوني و يترجم لي هذا الكتاب كامل لأنه على حسب ما قال لي أنه كان ملوع بهذا العالم دي المورائيات حتى أنا تحمست بزاف لهذه الفكرة كانت تلك الساعة قريبا نشي العشرة و نصدين الصباح لم يكن يتنوضت أخوتي و أولاد خالتي لكن تشي واحد فيهم ما أريد أن ينوض لكن معاقلت اليوم رأني لقيت واحد خونة اللي ستترجم لي الكتاب كلهم ناضوا في البلاسة كلهم كانوا متحمسين هذا الدري المصري اللي ستترجم لنا هذا الكتب طلب مني أنني نصور الأغلفة اللي فيهم العناوين دي الكتب و نصيفتهم ليه الغلاف دياله أسود كان كحل و كان عمر بالنجوم الخماسية و كان فيه الصور دي العظام والجماجم و الاسم دياله هو روح أطولاي و من هنا الأخوتي ستبدأ القصة ديالنا الكتاب للاسم دياله روح أطولاي وهذا شيء كيف مقال لنا المصري لالاسم دياله حوسان هذا الكتاب كان مقسم بثارة الأجزاء و كل جزء كان يختص ب شيء معين شاورت مع أخوتي و أولاد خالتي على أي جزء سنصيفت الحوسان لكي ترجموا لينا يعني كان بثارة الأجزاء كان خاصة نختاروا جزء واحد و اللي ستترجموا لينا حوسان لكن كلنا نتافقنا على الجزء الذي يهضر على تحضير الأرواح وهذا الشيء الذي كان بالضبط صيفت تقعد تصور ذلك الجزء للمصري حوسان و قال لي أنه ستترجمهم و ستصيفتهم ليه هذا تقريبا شيء ربعات السواع بقعنا كنت سنو فيه حتى عينا وهو بطنة غدين كان ذلك النهار الجمعة و الضار كانوا كسكس للغداء غير بدينك أن نأكله هو يجيني ميساج في فيسبوك من عند حوسان مع طللت على ميساج لقيت فيه الترجمة اللحظة التي سأرى بها في أخوتي و أولاد خالتي لقيتهم حتى لا يرى بها تاهمة على القرص قبل مني لم أكملت غدايا و أخرجتني لديتي و كاما يتبعوني في البلاصة قال لي أن نتحضير الأرواح لكي يصدق خاص يكون بحضور أربعاتي للناس كل واحد شاد في يد الآخر و قلسين فوق مائدة بيضوية الشكل و يكون وجوج منهم على الأقل ملابسين والو من الفوق زائد أن تكون الأضواء كاملة مطفية و مضوين غير بالشمعة و هذه الشمعة خاصة تكون بيتها سبعة ديالي كاملة في حائط البوراق والذي هو مكان مقدس عند اليهود بالقدس بالإضافة القماش من التوب الأبيض والذي يمتروز بخيوط في الضيار و فقرات من سفر التكوين اللي موجودة في التورات والأهم هو أن هذا التقوص كامل خاصة تدار في الليلة الجمعة و صباحة السبت وبالطبط من بعد منتصف الليل هذه الليلة المقدسة عند اليهود غير قرأنا هذه الفقرة الجمعة صباحة السبت كل شيء يبدأ يرى الآخر بأحد من نوع الحماسة كنا تحمسنا بحالة كل واحد فينا يجرب هذا التقوص هذا الليل ما دام اليوم نيت اليوم الجمعة يعني كيف قلت لكم اليوم قصينا كسكسو يعني اليوم كان الجمعة يعني هذا التقوص خاصة يداره اليوم بالليل لكن السؤال المطروح هذا اللي عندنا هو منين سنجيبوا هذه الشمعة بهذه المواصفات و حتى هذا التوب والتورات منين سنجيبوهم في البلاسة تماك سنتفكروا هذه الشمعة لماذا علا تبوحدها في اللاكاف نهار الأول فجد خلناه زائد تفكرنا الصندوق هذا الشمع الذي كانت تماك للقيناه لربما هذا الشمع حتى يكون نطابق عليه هذه الشروط و يكون فعلا بات سبعة اليالي في حائط البوراق و قررنا أننا سننزلوا اللاكاف تحت و سنجيبوا الشمعة من الصندوق و نقلبه على التوب و حتى التورات في الصناديق التي كانت تماك لا ربما يكونوا لا تعرف ما كان بالفعل نزلنا اللاكاف و قلنا نقلبه قلنا واحد المدة طويلة و نقلبه في هذه الصناديق لكن حتى الهنا يلقى غير الشمع فقط ما زال ما نقلنا التوب و التورات هذا تقريبا ما الساعة في الحقيقة تبدأ نفقد الأمل قليلا سيبدأ نقول لدخالتي هذا الصندوق و يغوت كان فرحان و يقولنا هذا هو اللاكاف الذي لقيته و هذا هو التورات في اللحظة التي رأيتنا هذه الصناديق شدتنا الخلعة و التبوريشة في نص الوقت هذا الشيء كامل الذي سنحتاجه و اخرجنا نيشان الذي سنجده للفوق لكي نوجده هذه الجلسة لكن هذه الليلة الخوت كانت أخطر ليلة سيتطوز في حياتنا كاملة والتي بدلت فينا كثيرا هذا الشيء هذه الليلة قلت مع حسام المصري في السكايب قلت معه في أبل فيديو و قلت له أننا سنجربوا هذه الطريقة لتحضير الأرواح و يتخلع حسام لم يفهم كيف حتى تطبرنا على هذه الشمعة و هذه القطعة التي قلت لنا بذلك السرعة لكن من بعد قلت له القصة كاملة للاكاف عاد هو هذه الساعة فهم البلان كامل حسام لم يحاول أن ينصحني لكن لنرى مصررين على أننا سنجدوا هذا الشيء نصيحة واحدة باللهجة المصرية وهي لكي ختمنا الحوار إذا وجدوا شيئا غريبة تظهر قدامكم لا تهربوا هذا يمكن أن يكون تابعكم طول حياتكم أنا أحضركم و أصبحوا مجتمعين حتى يذهبوا نذهب إلى الطبلة و وجدنا كل شيء وضعنا هذه الشمعة في الوسط و قطعة التوب و حتى التوراة و أخيبتنا و أخيبتنا هذا الشيء الذي كنت لابسي من الفوق يعني هذا الشيء كما قال حسام بالضبط و قلنا أن نتعلم في الوصول لكي نبدأ في هذه المدة و قلنا أن نتعلم أبقيت أن نوصي فيهم أنه في أثناء الجلسة لا نضحكوش و الأكثر من هذا أنه إذا كان لدينا شيئا شيئا ما هي هذه لا نهربوش نهائيا و نبقى جالسين مجموعين لكن هذا الشيء الذي كان يسحب لنا سوف نفعله لكي وصلت إلى الوصول هنا كل شيء يبدو أن يرى في الأخير سوف ندفعوا الطعوة كاملا و شعلنا الشمعة تشدين هنا كاملين بلي الدين و طلبت من أخي أيوب أنه يبدأ يقرأ في ذلك التلاصم لكي نيف الكتاب